واحد بيتري على القرآن واحد بيتري على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واحد بيتري على المقدسات الدينية واحد بيتهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في كتاباته في كتبه بأنه هو اللي كان بينقض العهود مع القراشيين وهو اللي كان بيحرض الناس على نقض العهود واحد بيقول أن أي بهم أو أي حد يعني حضر صلح الحدابية لو كان بهم حتى كان قطعاً حيشك في صدقي محمد عليه الصلاة والسلام فانت بتكلمني عن ايه ثم تيجي بعد كده تقول لي عايزني ان انا اترحم عليه واحد بيرفض اساس الدين واحد بيطعن في اساس الدين في رأس الملة في النبي عليه الصلاة والسلام الذي انزل عليه هذا القرآن فالسؤال المهم انت بعد الوقتي بتطالبني ان انا ادعو بالرحمة والمغفرة وبالجنة لانسان هو اصلا ما عندوش ايمان باللي انت بتتكلم في ده اشتركوا في القناة